يقيم فريق عيون ديقار التطوع بتوزيع كسبة العيد إلى ألف عائلة من اليتامة والفقراء ويؤكدون أن فريقهم مستقل ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية وتعتمد هذه الحملة على الدعم الذاتي وميسوري الحال أقام فريق عيون ديقار بإطلاق مبادرة كسبة العيد بتجهيز أكثر من ألف طفل من العوائل المتعففة وذلك أطفالنا الأيتام وارتأى فريق عيون ديقار أن تكون هناك دعوة إلى هذه العوائل وهذه الأطفال وكل طفل هو أن يختار الملابس اللي يتعجبه واللي يتكون على ذوقه فريق عيون ديقار هو فريق مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسية وحزبية أو دينية الدعم هو يكون دعم ذاتي وكذلك الدعم من الأخوة في محافظة ديقار ميسوري الحال نشكر الله سبحانه وتعالى على دعم الفقراء من خلال المتبرعين ومن خلال المحتاجين جهود عظيمة ووقت مبذول من خلال فريق عيون ديقار من خلال هؤلاء الأعضاء الأبطال نشكرهم جزيل الشكر نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق نشكر قناة دجلة فهي سباقة للأعمال الإنسانية والأعمال الخيرية نتمنى من قنوات الباقية أن تكون هكذا مثل قناة دجلة وأن يبثون هذا الفيروس الإنساني إلى جميع العراقيين الحكومة المحلية من جانبها أكدت على دعم هكذا حملات تطوعية لما تشكله من أهمية لأبناء المحافظة خاصة أنها تسهم مساهمة فاعلة في تقديم الخدمة لأبناء المدينة بشكل مباشر بادرة كريمة من فريق عيون ديقار التطوعي الذي هو أحد الفرق الأساسية والمهمة في محافظة ديقار التي انطلقت مؤخرا لغرض دعم العوائل الفقيرة والأيتام ضمن فرق كثيرة حيث قام هذا الفريق وخلال هذه الفترة الوجيزة بتقديم عدة مساعدات أما بناء المزنازل وتقديم الخدمة ودعم الأيتام والمستضعفين والمشاركة في كثير من الفعاليات التي تساهم مساهمة فعالة في تقديم الخدمة للمجتمع نحن هناك حكومة محلية في محافظة ديقار أن نعلن دعمنا الكامل لهكذا المبادرات ونشد على أيديهم وإن شاء الله سيكون في القادم هناك تفاهم وتواصل وفتح منظومة التواصل مع هذه الفرق التطوعية لغرض خدمة محافظة ديقار ويؤكد مختصون أن محافظة ديقار تعاني من نسب عالية بحالات الفقر حتى وصل إلى 40% فليس من الغريب على أبنائها التكافل ومساعدة بعضهم بعضا لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة